ومعنا سعادة سفير تونس سبير ملا الحبيب بن فرح سعادة سفير أهلا بك إذن هدنة لإطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية والمحتل الإسرائيلي كيف يمكن قراءتها على أرض الواقع خاصة بعد الجهود الدولية التي بوذلت وتحديدا من الجانب التونسي مساء الخير شكرا على الإضافة طبعا بالنسبة لهذه الهدنة هي هدنة مؤقتة وأنتم تعلمون أن الاحتلال لا يزال موجود على الأرض وتبقى هشة إلى أن يتم دعمها في المستقبل القريب بجهود دولية سواء من خلال مصر أو كذلك من خلال أطراف دولية أخرى وكذلك بصمود الشعب الفلسطيني نعم ما المطلوب الآن في هذا التوقيت بذات كما كنت تقول أن الهدنة هي هدنة هشة وقد وقع خرقها في القدس المحتلة ما المطلوب الآن من المجتمع الدولي ومن الدول العربية خاصة لنصرة هذه القضية طبعا هو طال الموضوع هو موضوع احتلال والقضية هي أصلا في احتلال إسرائيل للأرض الفلسطينية ولا بد من العمل على تكسيف كل الجهود الدولية لمعالجة الموضوع في أصله يعني أصل القضية وقضية احتلال وطبعا كل الجهود الدولية حاليا تتدرج نوعا ما إلى إطار دولي وهذا ما يعمله الفلسطينيون في إطار مؤتمر دولي يعالج القضية برمتها وقواعدها الشاملة وخاصة على أساس الشرعية الدولية وتونس لم تتأخر عن هذه الجهود وتعلمون أن موقف تونس هو من القضية الفلسطينية هو ثابت ومتأصل وقد أفرد سيد الرئيس الجمهورية القضية الفلسطينية بعناية خاصة والتعليمات كانت واضحة لوزارة الخارجية لتسخر كل طاقاتها وامكانياتها دبلوماسية لنصرة القضية الفلسطينية في كل المحافل الأقليمية والعربية والدولية وأخرها سيد وزير الشؤون الخارجية لا يزال في نيويورك للعمل في هذا الإطار وكذلك أنتم تعلمون أن التحركات المكسفة التي قادتها التونسية تأتي كالتزام بالدفاع عن هذه القضية العادلة في مختلف المحافل الأقليمية والدولية وكذلك نصرة للحق الفلسطيني الذي لا ينقضي بالتقاد نعم سعادة سفير تونس برمال الحبيب بن فرح شكرا جزيلا لك